نشر معهد الاقتصاد والسلام آخر إحصاءات مؤشر السلام العالمي لعام 2020 والذي يقيس مستويات السلام في 163 دولة حول العالم أشار المعهد إلى أن تركيا أتت في المركز 150 من بين 163 دولة لتكون بذلك من بين أسوأ الدول على مؤشر السلام بين الدول الأوروبية أو التي ينتظر أن تنضم الإتحاد الأوروبي وعبرت الإحصاءات ذلك وعزته إلى استمرار أعمال القمع والاعتقالات في تركيا فضلا عن استهداف المعارضين والصحفيين